السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة سهلة واقتصادية وطعمها جميل جدا بقى لكمية نشويات وكمان بقى لكمية دهون بما لقى سمنة واحدة بس هنعمل احلى واجمل بسبوسة مناسبة للضايط العادي صعرات الحرارية قليلة جدا وطعمها لذيذ قوي يلا بينا نشوف طريقة العمل هنحتاج في الوصفة قوب عياري مليان اللي هو ساعة 250 ملي من دقيق السميد او السمولينا هنحطهم في طبق بالشكل ده وهضيف عليه دلوقتي نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر ولو عايزين تشيلوه من الوصفة مفيش اي مشكلة بعد كده هنقلب المكونات الجافة مع بعض اللي هي عبارة عن دقيق السميد وكمان البيكينج بودر خدوا بالكم انا مش هحط سكر ضايد ولا اي نوع سكر في الوصفة دي بعد كده هنحط بمعيار معلقة الطعام تلات معالق كبار مليانين من الزبادي استعملوا زبادي يوناني او زبادي كامل الدسم زي ما انتو عايزين وبنفس معيار المعلقة الكبيرة عايرت معلقة كبيرة من السمنة البلدي وبعد بالحجم ده كده طبعا هي كانت متماسكة وانا عايزها تبقى سايحة شوية فحطتها في المايكرويف علشان تبقى سايحة معانا شوية بالشكل ده او ممكن تسايحوها شوية كده على النار بس ما تخلهاش تبقى قدحة يعني تكون سايحة بس وبعد كده بالمضرب اليدوي بدأت ان انا اقلبهم مع بعض بالشكل ده بس كان طبعا الافضل ان انا اقلبهم بمعلقة او بسبتلة علشان اقدر اقلبهم كويس لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس زي ما هنشوف دلوقتي خلاص كده بعد ما قلبتهم كويس بالشكل ده ده بيكون القوام بتاع جينة البسبوسة بتكون معانا بالشكل ده كده خلاص كده بتكون جاهزة دلوقتي بقى يلا بينا نعمل البسبوسة خدوا بلقوا انا ما حطتش ولا عسل ولا سكر دايت ولا سكر عادي ولا طمر هنعمل في الاخر شرباط كده حلو وخفيف هيبقى هو ده التحلية بتاعت البسبوسة هنجيب بقى دلوقتي السنية السنية دي مقاس 24 وحط فيها مسحة بسيطة كده من السمنة سمنة بلدي برضو او اي سمنة حيواني وبعد ما مسحتها كويس بالشكل ده ده بس علشان البسبوسة تطلع معانا بسهولة من الصنية هحط بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا بالشكل ده لو عايزين الخليط يكون طاري اكتر من كده ممكن ان انتو تزودوا شوية حليب او تزودوا كمان معلاء او معلقتين من الزبادي لكن انا بصراحة حبيت اخلي السعرات الحرارية تكون قليلة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا اي هبدأ بقى دلوقتي اساوي كده عجينة البسبوسة بالشكل ده كده لغاية لما املى بها الصنية كلها وحاول يعني ان هي يكون متساوية في الصنية كلها بالشكل ده بعد ما زبطتها في الصنية بالشكل ده كده هجيب بقى دلوقتي سكينة وهبدأ اقطع البسبوسة واحدد الاجزاء بتاعتها طبعا قطعوها بالحجم والشكل بقى اللي انتو عايزينه انا هقطع الصنية دي لعشر قطع حجمها متوسط بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي هحاول كده نتكون الاجزاء كلها بنفس الحجم كده قطعت بقى دلوقتي الصنية كده لعشر قطع ممكن تقطعوها اكتر من كده او هقل زي ما انتو عايزين واي حاجة بقى عندكو زينوا بيها البسبوسة انا كان متوفر عندي فول سوداني ممكن تحط فول سوداني تحط فوزدق تحط لوز تحط اي حاجة انتو عايزينها او تخلوها سادة زي ما تحب فحطيت بقى دلوقتي على الوشة كده على كل قطعة واحدتين من الفول السوداني فتحتها بالشكل ده كده يعني هي حباية واحدة من الفول السوداني اصلا تعنوا الصن بالشكل ده وزينت بيها الصنية كده طبعا خلاص كده البسبوسة خلاص جاهزة معانا ان هي تدخل الفورن ولو عايزين تسوها في المايكرويف مفيش مشكلة هتقعد معاكو في المايكرويف تقريبا من دقيقتين لتلت دقايق وفي الارفراير برضو حوالي كده من 10-15 دقيقة لكن انا هدخلها الفرن اخدتها بقى ودخلتها الفرن بتدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بتقعد في الفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن اول ما تبدأ تتحمر من الاطراف كده بعد كده شغلت الشواية علشان احمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بقى بالشكل التحفة ده جميلة جدا ورحتها حلوة قوي وان شاء الله طعمها هيعجبك دلوقتي بقى يلا بينا نحضر بديل الشرباط بديل الشرباط معانا عبارة عن ايه؟ معايا معلقتين كبار بمعيار معلقة الطعام من العسل الابيض ممكن تزود عن كده لو انتوا عايديين يعني معلقتين 3-4 زي ما تحبوا التسكيرة بتاعت البسبوسة هعصر عليها بقى دلوقتي تقريبا كده يعني عصرة نص لامونة وبعد كده هحط عليها رشة بسيطة كده من الفانيليا السائلة تقريبا كده نص معلقة صغيرة وبعد كده هضيف عليهم مية سخنة يعني تقريبا كده حوالي نص كباية من المية السخنة مية مغلية طبعا وهنقلب باستمرار كده لغاية لما العسل يدوب ويكون معانا بالقوام اللي هنشوفه دلوقتي هو كده شرباط مناسب قوي يعني تحطوا المية لغاية لما توصلوا للقوام ده خلاص كده بيكون جاهز معانا بقى دلوقتي الشرباط يلا بينا بقى والشرباط سخن بتكون معانا بقى بالشكل ده كده حاول كده ان انا اوزع الشرباط في الصينية كلها بمجرد بس ما حطيت الشرباط الباسبوسة خلاص شربطه على طول وبتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي ان احنا نقدمها وأنا قدمتها بطريقة بسيطة كده جميلة جدا ما أخدتش وقت أبدا طعمها حلوة قوي وكمان سعراتها الحرارية قليلة جدا الصينية كلها سعراتها الحرارية الصينية كلها سعراتها 850 سعر حراري تقريبا عملنا 10 قطع هتكون القطع الوحدة 85 سعر حراري الوصفة سهلة واقتصادية وطعمها جميل جدا مناسبة للضايت العادي وكمان مناسبة لمرض حساسية الجلوتين ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية